اشتركوا في القناة قمر ما زال موجود في الحمل في منزلة الشرطين وبلش يعمل زواياه وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر والتجميل وحلاقة الشعر وهي المنزلة رح يستمر فيها القمر حتى ساعات المساء بعدين رح ينتقل لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء اما بالنسبة لتأثير القمر لما بكون موجود بالحمل بهاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون للي عندهم الام بالعيون او ضعف بالعيون او بدهم يركبوا نظرات او عدسات او عمليات للعيون يفضل بالفترة هاي عمل الفحص لانه بعض النتيجة افضل بالفترة هاي برضو بتقدر تدخل تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما اما بالنسبة للزوايا فاليوم عنا زاويتين والزاويتين ايجابيات الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة 10 و 48 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء ونتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحمل فخلو المسار القادم راح يكون يوم 9-8 راح يكون في تمام الساعة 7 و 49 دقيقة مساء ورح يستمر خلو المسار لليوم التالي اللي هو 10-8 حتى تمام الساعة 21 و 28 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش بعدها القمر بانتقل لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 7 و 29 دقيقة مساء بيصبح 20 يوم نسبة الاضاءة 75% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22-8 المزاج سعيد القمر في الحمل حتى يوم 10-8 المزاج سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بيصير منتحس عطارد في الاسد حتى يوم 20-8 مزاجه منتحس الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج يعني بتقلب بين السعود والنحوس طول اليوم المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم أنتو ثقتكو بأنفسكو كبيري وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة تسمع جواب كنت تنتظره تحرك وما تنتظر إنها تجيك الفرصة لعندك بل أنت اذهب لعندها بحث عنها وما تضيع الوقت هاي بداية جديدة حاول تستغلها بشكل إيجابي لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتعمل تقلبات على المستوى المالي اليوم ممكن تنشط ببعض الأمور المالية ممكن تحصل بعض المكاسب اللي إلهي علاقة بعمل إضافية أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن بتظهر عندك بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات ممكن تكون مصاريف استشفائية أو أمور إلهي علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى التحركات والنقاشات أنت اليوم مقنع وعندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك برضو هاي جيدة للمصالحة والتسويق والتنقلات والاتصالات والمناقشة وطرح فكرة جديدة أو مشروع جديد أو للدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك على مستوى البيت اليوم بيحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اليوم تهتم بشؤون بيتية أو عائلية أو لقاء عائلي أو جمعة أو رحلة أو لقاء يعني فيه اهتمامات عالية جدا على المستوى البيت اليوم وبحمل أجواء جيدة ودعمة بالنسبة لك فيها كثير من الأحداث فيها كثير من الأشياء الإيجابية بالنسبة لك ممكن اليوم تسمع خبر مفرح أما بالنسبة للبيت الخامس فالشمس اليوم بتعطيك طاقة إيجابية لتعزيز الروابط العاطفية أو لقاء الأحبة أو التقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم تحمل لك يعني فكرة لخروج أو نزهة أو تغيير جو أو مرح أو ممارسة هواية معينة أو اطلاع على أمور إلها علاقة بالفن أو بالأدب أو بالتجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا داعم لإلك برضو على المستوى اللي له علاقة بالعمل وبالصحة اليوم ممكن تعزز بعض النقاط القوية أحاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم برضو اهتم بوضعك الصحي من التقلبات ما زال الوضع بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام نظرا للتعب اللي حسيت فيه بالفترة الماضية اليوم الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك برضو بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم برضو بيحملك أشياء إيجابية على مستوى بيت الشراكي بتقارب وجهات النظر ممكن تحملك مصالحة أو لقاء أو تعاطف ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطف اللي هم الأزواج فممكن يحملك مناسبة أو لقاء أو جمعة أو اتفاق على مسألة معينة ولكن دير بالك أنه في لحظات العصبية بتقلب المزاج فممكن تحتد على بعض المسائل أو تستاء من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تضغط شوي على الأمور المالية المشتركة ممكن يكون في تعطيل أو ظهور مسألة العلاقة بالأموال المشتركة كإرث أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو ديون أو سداد ديون أو اهتمام بالقروض ممكن تتعركس بعض الأمور الأجواء لسه ما دعمتك انتظر لحديث ما يصل القمر لبرج الثور بيدعمك على الوضع المالي أكثر أهم شيء أنك تهتم بالمصاريف تهتم بالدفعات وحاول أنك تترتب وضعك المالي بشكل جيد أقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والدراسة والمراسلات الخارجية والتعامل مع الأجناء الأجانب أو المؤسسات الكبيرة أو شركات الاستراد والتصدير أو المؤسسات التعليمية ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة أهم شيء أنك تستعد حاول أنك ما تندفع بإعتمادك على الطاقة الوضع لسه ما بشجعك للحركة بالقوة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تحذر من بيت السمعة البيت السمعة ما زال في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان تحافظ على أعمالك وإنجازاتك حاول ما تشوه سمعتك ما تدخل بمغامرات ولا بمجازفات بالفترة هاي ما تخالف القوانين حاول أنك أنت تدافع عن سمعتك ولكن بدون مشاكل وبدون عصبية بيحمل لك اليوم نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل إما إيجابي أو سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى العلاقات مع الأصدقاء اليوم بيحمل لك لقاء أو تقابل أو حل مسألة بتتعلق ببعض الأصدقاء أو الإطمئنان عليهم أو ممكن مرافقتهم في مسألة معينة أو الاندماج في موضوع اجتماعي يعني ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء شوي يعني بتحمل لسه نوع من أنواع الإرباك فعشان هيك منقول لك دير بالك على عملك انجز أعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم ولا تتأخر وبرضو بدك تحافظ على صحتك ممكن يحمل لك اليوم قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا اليوم بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب عندك معناته الأجواء مش مناسبة فعشان هيك بدك تحاول أنك انت تحافظ على تقلبات المزاج عندك والحدية الاستياء في بعض اللحظات طاقتك ضعيفة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الضغوط قدر الإمكان لأن الأجواء ما بتساعدك وشوي بتحمل لك نوع من أنواع التقلبات أو الحدية بالمزاج أو الاستياء أو تعطيل بعض المسائل بدك تكون مهيئة لهاي الأمور بنصحك اليوم أنك ما تبدأ بأي شيء جديد أو مهم حاول أنك تأجله لحدية ما يوصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الأشياء المناسبة على المستوى المالي فممكن تدعمك على مستوى عمل أضافي أو مستردات أو هبات أو دعم مالي ولكن ما تحاول أنك تدين فلوس في الفترة هاي ولا تطلب مساعدة من حد لأن الأجواء مش مساعدة وممكن أنها يصير في رفض أو تعطيل حاول أنك تقلل من مصاريف قدر الإمكان ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والامتحانات والمناقشات والمقابلات برضو بتحمل لك أجواء جيدة على مستوى التعارف وعلى مستوى السيارة أو اهتمام بسيارة أو أمور العلاقة بالتصليحات أو الترتيبات وفي منك رح يكون له تعامل مباشر مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم عندك اهتمامات عالية على مستوى البيت في حدث له علاقة بالبيت أو بالعائلة أو اهتمامات بيتية أو منزلية أو أعطال بتهتم بتصليحات بترتيبات معينة المهم أنه أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الالتزامات وعن الضغوط الأجواء مش مناسبة لأي مشاحنات أو نقاشات حادة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي تطلب منك الحضور والمباشرة بحل بعض القضايا العالقة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها حساسة شوي أنت اليوم حساس ممكن تتحسس من أي موقف ممكن يكون لك ردات فعل سلبية من تصرف للحبيب مثلا أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين حاول أنك ما تغامر وما تجازف وما تعتمد على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم وامسك حالك من التوترات والتقلبات النفسية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الإيجابيات ولكن ممكن تتعركس بعض أمور العمل أو يتأخر بعض العمل أو أنت تتكاسل بإنجاز بعض الأعمال حاول أنك ما تأجل أعمالك الضرورية لليوم القادم إنجز اللي بتقدر عليه وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة لأنه برضو وضعك الصحي بحاجة للمراقبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها إيجابية وفيها سلبية متقلبة على المستوى التعامل ما بين شركاء المال وما بينك وبين الأزواج أو ما بين الأزواج تحديدا فعشان هيك اليوم بيحمل نقاش أو حوار ممكن تحتد وتعصب فيه أو تستاء من ردة فعل معينة أو إهمال الزوج أو الشريك اليوم ممكن أنه شوي خليك تمتعض هيك أو تحس بنوع من أنواع الارتباك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت تبعد عن الضغوط قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة اللي تكون معقدة أو أنه تعطيل أو أنه تجتهد في حل بعض المسائل المالية أهم شيء أنك تحافظ على ممتلكاتك أو أموالك من السرقة أو الضياع أو من النصابين والمحتالين ما تتخذ قرار للعمل الجديد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط فاليوم بيحمل لك إما خبر سيء من خارج البلاد أو خلاف ما بينك وبين شخص أجنبي أو خارج البلاد ما تحاول تدخل بين منقاشات أو حوارات ابتعد عن الأجواء قدر الإمكان السلبية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جداً بيدعمك خلال هذا اليوم يعني بيعزز من ثقتك بالنفس وبرضو بيخليك تنجز بعض الأعمال أو بيخلي فيه تعامل أو تعاون مشترك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء بتدعمك وبرضو بتساعدك على تحقيق بعض الغايات أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن تنشط بلقاء اجتماعي أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو الاهتمام بشؤون بتتعلق بأحد المقربين لإلك ممكن تساعده في مسألة معينة ممكن يبادر هو بمساعدتك بمسألة معينة وممكن تنشط بلقاء معين أو اتصال أو زيارة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تحذر بشكل كبير لأنه عندك المريخ موجود وعندك القمر موجود فبيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء طبعا حاول اليوم أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة وتستغل اليوم وبكرة في تحقيق كل شيء ما تخلي الأعمال تتراكم وما تأجل أشياء للأيام القادمة لأنه كمان أكم يوم القمر رح يوصل للثور يعني لبيت متاعبك رح يمر عليك فترة صعبة شوي يعني رح تعطل عليك كثير من المسائل فما تعتمد على الأيام القادمة حاول تنجزها خلال هذا اليوم أو بكرة بالكثير وبما أن الأجواء جيدة اليوم حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي لأن الأجواء داعمي لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن أنه تحصل على دعم مالي أو تحصل على بعض الفلوس اللي بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو الهبات أو الدعم حاول أنك تستغل الفرصة هاي الأجواء داعمي لإلك بخصوص تطوير أو تحسين الوضع المالي تقدر تطالب أو تقدر تحصل أو تقدر يعني تهتم بمسائلك المالية بشكل عقلاني أكثر وباهتمام أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث بيدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات والاتصالات والمقابلات والدورات والاهتمام بكل شيء له علاقة بالتنقلات أو بالاتصالات يعني زي الكمبيوتر والسيارات والتليفونات والأشياء هاي أهم إشي إنك اليوم تنتبه إنه فيه إلك ردات فعل سلبية وإلك أجواء متقلبة وعصبية من تواجد عطارد اللي ما زال شوي بعطيه بعض السلبيات فعشان هيك بدك تحذر من التقلبات النفسية والعصبية اللي ممكن تظهر بلحظة أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا بنقدر نحكي جيدة ممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام ولكن ممكن إنك أنت تمشي الأمور يعني ممكن تتجاوز الصعوبات ممكن تحل بعض الأمور وما تخلي الأمور تتراكم عندك الأهم إنك أنت تركز ما تعمل فجوي ما بينك وبين أفراد العائلة خلي فيه تقارب فيه تماس ما بينكم كون عنصر إيجابي لحل المشاكل أو الخلافات إذا ظهر أي أعطال منزلية اهتم فيها مباشرة وما تأجلها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا بنقدر نحكي إنها جيبة جيدة جدا بتعمل على عملية التقارب ما بينك وبين الأحبة أو لقاء عاطفي أو اتصال أو تواصل جيد بجمع بينك وبين الحبيب الأهم إنك أنت برضو إذا ظهرت بعض المسائل اللي لها علاقة بأحد الأحبة اللي هو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو أحد الإخوة يعني حاول قدر الإمكان إنك تساعد باللي بتقدر عليه ما تتعب حالك وما ترهق حالك زيادة أما بالنسبة للبيت السادس هنا بدك تطلب منك الاهتمام العالي على مستوى العمل حاول إنك ما تأجل أعمالك وإنجزها حتى لو تراكمت حتى لو بتعمل ساعات إضافية يعني المهم إنك تحاول تنجز أعمالك ما تقصر ما تتغيب لأن الأجواء مش مدعملة إليك بالفترة هاي على مستوى العمل بدك تتعب بدك تسعى بدك تتحرك حاول تستغل الفرص والوضع الصحي متقلب بده بعض الاهتمامات وبده بعض الرعاية حاول تهتم بصحتك وإذا ظهر أي شيء أو عارض مثلا بده اهتمام طبيب لا تتأخر استشير طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بشكل قوي فاليوم بيحملك تلاقي أو تقارب أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق ممكن تندمج مع الشريك اليوم أو مع الزوج بطريقة جيدة إذا أنت بدك هذا الإشي طبعا إذا ما بدك معناته قلبتها مشكلة ولعت الدنيا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بأرضه على المستوى المالي الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك اللي فيه شركاء معك بالمال هذا ممكن تظهر بعض المسائل معقدة شوي أو تعطيلات لأمر العلاقة بالديون أو القروض أو الميراث أو أمور إلها علاقة بالقضايا أو الأمور مصاريف صحية أو استشفائية أو علاجية بدك تهتم فيها بشكل جيد الأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة حاول أنك ما تجازف بأموال غير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات واللقاءات والدراسة والامتحانات والمقابلات عندك سرعة بديهة عالية وبرضو أنت مرغوب ومحبوب من اللي حواليك فممكن يساعدوك في مسألة معينة وممكن تحقق بعض الإنجازات وتكثر عندك التنقلات أو السفريات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ممتازة جدا برضو بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من ثقتك بالنفس وثقتك برضو بأصدقائك ومعارفك فممكن اليوم يساعدوك في مسألة معينة أو صير تلاقي أو تقابل ما بينكم على مسألة معينة أو ممكن أنه اهتمام بالعمل مساعدة صديق أو زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء دعميتك فأهم شيء أنك تدير بالك من التقلبات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أو صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا بوجود أول إشي الزهرة عندك في البيت الأول الأجواء تقريبا تعطيك إيجابية عالية جدا وتغييرات عالية جدا وإحساس بأن الأمور بلشت تنفرج شيئا ما أو تتحسن بطريقة معينة حاول أنك أنت تستغلها اليوم عندك اهتمامات شخصية عالية الأجواء مناسبة برضو أنت مشحون بطاقة عالية جدا وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور حاول تستغلها بشكل إيجابي رغم أنه مكان القمر مش مناسب لإلك إلا أن الأجواء برضو بتساعدك خصوصا على مستوى العمل وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على المستوى المالي فاليوم ممكن أنك تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو على هدية معينة الأهم من هيك أنه أنت تحاول أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان لأنه عندك رغبة جامحة لا صرف لفلوس وبرضو أي شيء بتشوفه ممكن يعجبك وتصير بدك تمتلكه اللي هي حب التملك رح يظهر كثير عند بعض موليد برج السرطان أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا الأجواء مش عادي يعني انت صلاتك بشكل روتيني وحواراتك ونقاشاتك سرعة بديهتك بتدعمك في بعض النقاط ممكن تعزز قدراتك ممكن تتوجه لامتحان أو مقابلة ولكن بدك تكون مستعد وما تعتمد على الحضوض يعني الأجواء مش بالإشي الإيجابي 100% ولا بالسلبي 100% فهي ممتزجة حاول إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أنك تدرس وتستعد وما ترتجل الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنه فيها إيجابية يعني بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل لك تلاقي أو تقارب أو مناسبة أو خبر سعيد مثلا إليه علاقة بأفراد العائلة حاول أنك تهتم قدر الإمكان إنجز الأشياء بشكل عقلاني ومرضي حاول أنك تكون يعني من الأشخاص المسالمين اللي بيقرب مش بفرق خصوصا هاي العائلة ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أو اهتمام ببعض المسائل كمشتريات أو ترتيبات أو تصلحات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية عندك ما منقدر نحكي إنها قوية جدا ولكن عواطفك شغالة وخصوصا أن الزهرة موجودة عندك هي اللي بتعزز العواطف أكثر إيه عندك رغبة للتواصل أو الاتصال بالحبيب أو التقابل أو التلاقي ما بينك وبين الحبيب إيه بتحمل الأجواء بعض الأشياء الإيجابية أو الأفراح ممكن تفكر بخروجة أو نزهة أو تغيير جو أو عمل اجتماعي مثلا أو ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منحكي إنها إيجابية على مستوى العمل على مستوى الصحة فعندك رغب اليوم لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وعندك نشاط عالي فممكن تنجز أعمال كان صعب إنك تنجزها في الأيام الماضية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية زي مراجعة الطبيب أو أدوية أو أشياء لها علاقة بعمليات التجميل أو تجميل يعني بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت السابع فحاول إنك تدير بالك ما زالت الأجواء على مستوى بيت الشراكة بتحمل بعض المفاجآت أو بعض الحدية أو بعض الاضطرابات فعشان هيك سهل تتوتر العلاقة ما بينكم سهل إنك تدخلوا بنقاش عقيم أو تكبر المشكلة ما بينكم لأنه الفترة هاي شوي بتعمل مشاحنات ما بتعمل تلاقي أو تقارب ما بينكم لسه الأجواء بدها شوي لحد يثما تهدأ الأمور الأهم إنك تحافظوا على علاقتكم الزوجية بشكل متين لأنه الفترة هاي العلاقات الضعيفة عرضة للإنفصال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة وبتعمل فرص إلك على مستوى أمور إلها علاقة بميراث أو ضريبة أو تأمين أو بنوك أو مؤسسات أو دعم مالي يعني في بعض الإيجابيات بهاي النقطة بتساعدك وبتعزز من ثقتك بالنفس وبتعطيه يعني طاقة إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم بتنشط بالاتصالات الخارجية وممكن يكون لك تعامل مع أشخص من خارج البلاد أو أجنبي عنك أو مؤسسات مثلا أو دراسة موضوع معين أو اهتمام بموضوع علمي أو نقاشات أو حوارات سياسية أو دينية يعني كل هالأجواء تقريبا إيجابية ولكن ما تفرض رأيك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أنا بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعم لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات الأهم شيء أنك لما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تلاقي ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وبرضو تعطي نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا اليوم نفسيتك أحسن بلشت تشعر ببعض التحسنات أو التغييرات بتنشحن اليوم بطاقة إيجابية عالية جدا برضو تعطي قدرة على التحرك والاهتمام بالأحبة أكثر واللقاءات والاتصالات بشكل كبير يعني نفسيتك اليوم ممتازة حاول أنك تستغلها بالأشياء الإيجابية اللي بتدعم تصوراتك وتحركاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها بتحمل بعض الفرص المالية أو المادية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي ولكن الأغلب تيجي هي هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أو مستردات مالية ممكن اليوم يعني تيجيك هدية ما أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعزز الاتصالات والحوارات عندك بشكل كبير اليوم بفتح لك مجالات للتواصل والاتصال والتنقلات والاهتمامات بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات زي كمبيوتر، تليفون، سيارة، اهتمام بأشياء مثلا يعني بتكون مهمة زي مناقشات أو مقابلات أهم إش إنك ما تعتمد على الحضوض بشكل مبالغ فيه شوي بدك تكون مستعد لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا إيجابية بالدعم من علاقتك المنزلية أو العائلية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يحملك اليوم تلاقي أو لقاء أو تقارب أو مناسبة أو اجتماع أو اهتمام عائلي شوي يعني مهم ممكن تظهر بعض الأعمال المنزلية أو الأعطال أو المشتريات أو الاهتمامات ولكن بالمقابل حاول أنك أنت تكون عنصر إيجابي داخل البيت وابعد عن تقلبات المزاج والحدية في بعض المواطن أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة وبتدعمك بشكل قوي ورغبة للتلاقي أو تقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن تفكر في الخروج بنزهة أو بتغيير جو أو بمرح معين أو لاهتمام بهواية معينة وتكون لصالحك أهم شيء أنه فيه نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم إيش إنك ما تقصر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا هي اللي ضاغطها على مستوى العمل فعشان هيك بتجيب مشاكل على مستوى العمل وبتجيب أعطال بتجيب انتقادات بتجيب حوارات بتجيب حدية بالطباع ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فشوي بدك تهتم بأعمالك ما تحاول إنك تخليها تتراكم أركز فيها بشكل جيد وابعد عن الخلافات والنقاشات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الجيدة على مستوى بيت الشراكي بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتقارب ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أو تتراجع عن قرار سابق أو تحمل لك الفترة هاي نوع من أنواع المصالحة أو التقارب الجيد ما بينك وبين زوج أو زوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على المستوى المالي وخصوصا الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو بعض الفوائد أو بعض الدعم أو بعض المساعدات خلال هذا اليوم ممكن تهتم بأموال لإلك أو بديون بتحاول أنك تستردها أو بمطالبات معينة أو بترتيب وضع التزام معين زي جدولة حسابات أو دفعات أو النظر للوضع المالي بشكل عام أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه بعطيكم نوع من أنواع النشاط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة إظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر أهم إش إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك أهم إش إنك برضو تناقش بمنطق وعدير بالك من العصبية والحدية والاندفاع والتهور في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم يعني بتحملك بعض الأشياء الإيجابية ولكن برضو بدك تنتبه ما في داعي لمخالفة القوانين ولا لأعمال مشبوهة ولا لأي إشي ممكن يأثر على سمعتك حافظ على الاستراتيجية تبعتك بطريقة عقلانية ادرس وضعك بشكل جيد ابعد عن المناقشات والجدالات وخصوصا في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فبيحملك إما لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تعارف مثلا أو ممكن أنه يعني يكون فيه هيك اتصال بصديق أو تفقد صديق أو مساعدة صديق في مسألة معينة ممكن هم هو يطلب منك المساعدة أو أنت بدورك تطلب منه المساعدة على الجهتين ما تقصر أبس ما تكفل كفالة بنكية أو فلوس أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة دخلت عندك على بيتك 12 وهي صحيح هو بيت المتاعب ولكن هو بيحميك زي الملاك الحارس في بعض الأشياء اللي بتكون خفية مؤامرات تحاك ضدك أو أشياء بتآمروا عليك أو أشخاص بيحاولوا يغدروا فيك الفترة هاي أنت بتكون صاحي والزهرة بتنبهك لهاي الأمور وبتفتح لك مجالات جديدة للعمل برج العذراء طبعا القمر الآن تحرك من مقابلكم مباشرة شوي بعطيك طاقة مش كثير ولكن أفضل من الأيام الماضية شيئا ما بالنسبة للنفسية شوي لسه ما زالت مشحونة بالعصبية أو التوتر أو التقلبات أو مستاء من شيء صار معك خلال اليومين الماضيات فلسه مأثر عليك حاول قدر الإمكان أنك تستغل الفرص الإيجابية اليوم التركيز على الوضع المالي رح يكون عندك أكثر من أي شيء آخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا دعميتك على المستوى المالي فممكن أنك تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الهدايا ولكن الأهم أنك أنت تحافظ على مصاريفك ما في داعي للمشتريات أو المصاريف الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تحذر أثناء تنقلاتك وأثناء اتصالاتك لأنه مزاجك متقلب والعصبية موجودة والحدية والتسرع بإصدار القرارات حاول أنك تدرس أي موضوع أو تناقش بمنطق أو تستعد إذا كان عندك مقابلة أو مناقشة أو حوار أو لقاء بدك تهتم أثناء تنقلاتك برضو اهتم وإصحى وركز أثناء قيادة السيارة أو أثناء اتصالاتك أثناء قيادة السيارة خوفا من الحوادث واتصالاتك خوفا من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بالدعم من علاقاتك المنزلية والعلاقات العائلية والاهتمامات البيتية اليوم ممكن يعني يصير بعض الأمور أو النقاشات أو الحوارات أو الأشياء المزعجة اللي بتتعلق بصحة أحد أفراد العائلة أو أمر العلاقة بنقاش أو موضوع قديم أو حوار على قصة معينة شوي يصير فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع فحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تشارك في هذا الموضوع أو ابعد عن النقاشات قدر الإمكان لأنه ممكن الأجواء يعني تحمل السلبية وصير الاتهام لإلك أو تصير أنت طرف في المشكلة وأنت ما إلك علاقة في الموضوع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت متقلبة يعني تحدث بعض المشاكل أو بعض الخلافات أو بعض النقاشات بعض الحوارات شوي الأجواء مش مساعدة بالنسبة لإلك ممكن مستاء أو ممكن شاكك أو غيران أو مضطرب بسبب إهمال عاطفي أو متحسس بسبب تصرف معين حاول قدر الإمكان أنك أنت تضبط عصابك ما في داعي للقرارات المتسرعة أو المتهورة خلال هذا النهار ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الإهتمامات لبعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريباً بنقدر نحكي إنها جيدة يعني شوية ألطف الأجواء رغم الحدية أو رغم المشاحنات إلا أنه برضو بتقدروا أن تجاروا الأمور أو تصلحوا الأمور أو تسعوا لتلطيف الأجواء ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي أو ما بينك وبين الأزواج تحديداً أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعاً القمر موجود في البيت الثامن بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهماً لأوضاع الآخرين ولا آراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بفتح مجالات على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وممكن يجيك خبر شوي يكون مزعج اليوم أو تتعركس عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو يقلقك موضوع إلو بتعلق بأشخاص إما خارج البلاد أو أشخاص أجانب أو أوراق قانونية أو أشياء العلاقة بالمحاكم أو قضية معينة شوي بتكون محيريتك إذا كان عندك نقاش أو عندك مقابلة اليوم أو عندك حوار معين حاول أنك تكون مستعد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زالت جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك شوي وبتعزز من علاقاتك حتى على مستوى العمل بتساعدك وبتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى أمور إلها علاقة بالمناسبات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أخبار سارة بتجيك من مناسبة معينة وممكن أنت تكون طرف بعزومي أو بلقاء أو بدعوي وبرضو بتكون محط أنظار أصدقائك وممكن تفتح لك مجالات لعلاقات جديدة أو معارف جداد ذو منصب أو ذو مكاني أو ذو فائدة أما بالنسبة لبيتك 12 فصحيح أن الشمس موجودة وسعيدة ولكنها ضغطة عليك برضو عطارد وجوده شوي بسوي نوع من أنواع لإرباك بيخلي فيه نوع من أنواع التسارع أو التهور في بعض المواطن بيجيب لك أحداث شوي بشتت فكرك برضو بسبب نوع من أنواع التسارع في إصدار القرارات أو الأحكام حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وخصوصا في مكان عملك أو في إنجاز أعمالك ما تتسارع راجعها مرة ومرتين وثلاثة وعشرة لا تتأكد أنها صحيحة وبرضو باهتمامات صحية بدك تراقب صحتك بشكل جيد الفكترة هاي بتحمل لك عدو مخفي أو شخص بتآمر عليك بالخفاء أو واحد بيحاول أنه يسيء لك أو يتهمك ببعض الأمور حاول أنك أنت تكون حذر من هاي النقاط قدر الإمكان وبرضو ممكن تظهر مسألة إلها علاقة بصحة أحد الأحبة شوي تربكك أو تعمل لك نوع من أنواع القلب برج الميزان طبعا القمر الآن صار موجود مقابلك تماما فعشان هيك شوي بتحسوا في نوع من أنواع الارتباك أو طاقتك ضعيفة حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك ما تستسلم للأمور وما ترضخ حاول أنك أنت تغير الجو حتى لو أنك أنت بتلتقي بالأشخاص احتك بالمجتمع قدر الإمكان ما تستسلم لأفكارك ولا تقلبات المزاج عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تدعمك بشكل جيد على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية وممكن تهتم ببعض الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين ممكن تحصل على هدية ولكن الأهم أنك تحاول أنك تقلل من مصري فقدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة فاليوم بتعزز نقاط بشكل قوي جدا على مستوى له علاقة بالاتصالات بالامتحانات بالمقابلات بالنقاشات ولكن بدك تتجنب الإنفعال والعصبية وردات الفعل السلبية وما تحاول تصدر قرارات هذا اليوم لأنه شوي الأجواء مش مساعدة بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زالت تحمل بعض المشاكل أو المشاحنات أو الخلافات أو النقاشات الحادة الأجواء متوترة وبتحمل نوع من أنواع الاستياء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن إهمال أو تحسس من موقف معين ممكن تقلب بالمزاج أو بالآراء أو بالأفكار حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وما في داعي لتكبر المسائل أو تعمل خلاف ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعطيلات أو إلها علاقة باهتمامات منزلية أو ترتيبات أو واجبات عائلية ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد أو المصالحة أو الاتفاق على مسألة معينة ممكن اليوم يعني تكون في مناسبة عائلية أو لقاء عائلي أو اهتمام منزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نحيينها جيدة بتدعم من علاقاتك العاطفية رغم أنه أنت حساس شوي ممكن تتحسس من موقف معين إلا أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تستغلها وهي تكون فيها نوع من أنواع الدعم لإلك على مستوى علاقة على مستوى حبيب على مستوى أحد الأبناء أحد الوالدين الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع راحة البال أو مش بدنا نقول راحة البال المطلقة لأنه أكيد فيه أشخاص مضغوطين عاطفيا إلا أنه الأجواء أحسن من الأيام الماضي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو الأمور الصحية تقريبا الأجواء جيدة ولكن أترك الوسابوس والأوهام وأنك أنت توهم حالك أو توهم حالك بأنك أنت مريض أو مرضك خطير أو مش عارف إيش حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية راجع طبيبك افحص بتلاقي أنه الأمور مش مثل ما أنت متخوف أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بما أنه المريخ موجود ومقابلك مباشرة فهنا ترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتصلط برأيك أو بفكرتك أو بقرارتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نحكي أنه متقلب اليوم على مستوى الأموال المشتركة فممكن تظهر بعض المسائل مالية المشتركة اللي شوية تكون مربكة إما تعطيل أو تأجيل أو هذا يومين ثلاثة القمر بصير في البيت الثامن بساعدك في هذه المسائل مسألة قرض أو تسوية معينة أو اهتمامات بتحصيل حقوق لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسألة إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بس بطلب منك أنك تستعد بشكل جيد ما ترتجل الأمور والمواقف أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك وبرضو اللي بيرغب أنه يدور على عمل جديد لأيام هاي مناسبة لعمل جديد أو تعزيز مكانتك بعمل جديد ممكن الفترة هاي تتعرف على حد أو على شخصية تدعمك أو تدعم مواقفك وتصوراتك وممكن يكون طرف مساعد لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة وبتدعمك على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل ممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة واللي تكون فيها لصالحك الأمور ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل أو بالصحة أو بصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم تقريبا منقدر نحكي إنه الأجواء مش الأيام المناسبة لإلك هي دخل قمر الآن موجود في البيت السادس فعشان هيك بضغطك نفسيا بضغطك صحيا بضغطك بالعمل بسبب لك نوع من أنواع الإرباك بسبب لك نوع من أنواع التقلبات بالمزاج بسبب لك نوع من أنواع التراخي بالعمل أو التغيب عن العمل بيخلي نفسيتك مشحونة شوي في نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الاستياء من تصرفات معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه من كثرة المصاريف أو المصاريف الغير مبررة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا ضغطة بتخليك عصبي بتخليك حاد الطباع ردات فعلك عنيفة شوي بتخلي المزاج متقلب بتخلي الأشخاص اللي حواليك ما يفهموك إيش أنت بتحكي فممكن يحللوا ويفهموا غلط فعشان هيك الأجواء بتخليك دائما عصبي وبتخلي صوتك عالي أثناء النقاش وبتخلط الأمور كلها في بعض فعشان هيك دائما أنت اللي بتأذي نفسيتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وأثناء قيادتك للسيارة انتبه وما تستعجل وما تتسرع وحاول أنك تركز أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت ما زالت الأجواء داعمة بالنسبة لك وتعزز نقاطك العائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ما في أي مشاكل يعني الأجواء تقريبا إيجابية على حسب وضعك الاجتماعي بتكون ممكن اليوم تهتم ببعض الأمور اللي إلا علاقة بترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات عائلية أهم إشي أنك تحاول أنك تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة لطف الأجواء وحاول أنك تجمع ما بينهم أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي أنت حساس جدا الفترة هاي فممكن شوي تستاء أو تحس بنوع من أنواع التقصير أو العتاب ما بينك وبين الحبيب مرضو الشكوك والغيرة والأمور اللي إلا علاقة بعلامات الاستفهم ممكن تكثر ممكن النقاشات في بعض المواضيع تظهر على الساحة بشكل أوسع وأكبر فما في داعي لتكبير الأمور ولا في داعي أنك تتحسس وتزيد الأمور عن ما هي عليه عالج الأمور بحكمة ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو مع ابن أو مع أحد الأفراد العائلة وممكن تكون قلق على واحد فيهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة مع وجود القمر كمان في البيت السادس لإلكو فعشان هيكم نقول لكم إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي بتحمل نوع من أنواع المفاجآت ممكن الزوج يفاجأك في مسألة معينة وممكن أنت بدورك تفاجأ في مسألة معينة وهاي بين شركاء المال وما بين الأزواج فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنه أنت تكون مفاجأتك سارة مش تروح تسوي له مفاجأة تكون كارثة عشان تلطف الأجواء أكثر أو تخلي في تقارب ما بينك بلاش تكون المفاجأة إشي يعني مؤذي أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحمل لك اليوم تسهيلات لأمر العلاقة بقرض أو تسوي أو حل مشكلة مالية كانت مربكة بالفترة الماضية الفترة هاي ممكن تجدلها بعض الحلول وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين الأهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتعرف كيف تدير مشاريعك وأمورك المالية ما في داعي للمجازف أو للمغامرة ركز بشكل جيد ويعرف عن إيش بتوقع أو شو بتقرر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الآن دعم لإلك بشكل قوي جدا على مستوى أمور إلا علاقة برغبة السفر أو علاقة مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمؤسسات تعليمية أو بدراسة أو امتحانات كلها هاي حضوض عالية بتكون دعميتك بالفترة هاي وفي منك أشخاص رح يتعرف على شخص بيشتغل في مجال من المجالات أو في مكان من الأماكن اللي إحنا ذكرناها ولكن الأهم أنه تحسن اختيارك لأنه ممكن تتطور العلاقة لزواج وخصوصا مؤسسات تعليمية أو أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو سفر واحد من الأربعة هذول ممكن يكون لك إشي فيهم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا متقلبة شوي تعطيك إيجابيات على مستوى علاقاتك ولكن تعطيك تسرع في إنجاز أعمالك ممكن أنها تطور علاقتك أو تزيد من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن ممكن تتسرع بعمل معين أو بحكم معين حاول إنك ما تشوه سمعتك وما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن تحمل لك الفترة هاي كثير من اللقاءات الاجتماعية أو الحوارات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اجتماع يعني بيكون من ضمن مناسبة وأفراد وبتكون أنت نجم في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بنحكي إيجابية تقدر إنك تنجز أعمالك بوقتها إن أرد ذلك أهم مش إنك تراقب وضعك الصيحي حاول تأخذ قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وبرضو ممكن تحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء اليوم دعملة إلك بالكامل يعني أنت اليوم من الأيام المميزة اللي من المفروض أنك ما تضيعها من إيدك اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية وقدرة على إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا الأهم إنك تستغل الفرص المناسبة اللي تكون لمصلحتك حاول ترتب الأوضاع بشكل جيد لأنه ما في داعي إنك تضيع الفرص هاي من إيدك خلال هذا النهار إن كان الأمر تجميلي أو إن كان الأمر إلو علاقة بقصة شعر بتغيير هندام برضو اهتم فيها أما بالنسبة للبيت الثاني فبيحملك بعض المفاجآت على مستوى الدفعات والمصاريف والالتزامات وأمور مربكة ماليا شوي الأجواء ضغط الفترة هاي بتحمل مصاريف أو يعني تراكمات مالية عندك رغبة برضو للصرف أو للبذخ في بعض الأوقات حاول قدر الإمكان إنك ترتب الوضع المالي وما في داعي لتأزيم الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث بيدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتنقلات وعندك قدرة على الإقناع عالية ولكن دير بالك من عصبيتك أثناء تنقلاتك بدك تكون حذر ممكن يكون لك اهتمام بموضوع العلاقة بسيارة أو بتليفون أو بشركة اتصالات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها أصبحت جيدة رغم الوسواس اللي موجود عندك اللي بتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن خلاف أو شك بتصرفات أو استياء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن يكون لك تعامل جيد يجمع ما بينك وما بين زملائك أو رؤسائك ممكن تحمل لك أشياء إيجابية تعمل نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو لقاء عائلة معين أو دعوة عائلية ممكن انسجام على مسألة معينة وممكن حل مشكلة قديمة أو تراجع عن قرار سابق أو اهتمام ببعض المشتريات أو الأشياء المهمة المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا موجود عندك المريخ وموجود عندك القمر واحد بعطيك إيجابية فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والفرصة بتكون مناسبة للمصالح حول التسوية وكذلك للتعارف والارتباطات نشاطاتك بالفترة هاي بتكون متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة ولكن السلبية اللي بتيجي من النقطة هاي من المريخ بتخليك عصبي عندك حب للسيطرة أو فرض الرأي أو الانتقام من الحبيب أو استفزاز الحبيب حاول قدر الإمكان تدير بالك من النقاط هاي لأنها هاي ممكن تعمل مشاكل وقطيعة انت ما بتتخيلها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعات طبية أو تقلبات صحية تتطلب منك مراجعة الطبيب ممكن علاج دوري أو مراجعة دورية أو طب استمرارية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فارغة على طبيعتكم تتعاملوا ما بينكم بين الشركاء الفترة هاي ما في أي شيء بخوف أو مربك أو هاد يعني الاهتمامات عادية أو طريقتكم عادية وحسب علاقتكم مع بعض بتكون أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا ممتازة جدا على مستوى الأموال المشتركة وتحصيل الديون أو الخروض أو أموال إلك أو حل مشكلة بنكية أو يعني سداد بعض الأموال اللي إلك أو رجوع أموال أو حق إلك يرجع لك بالفترة هاي يعني الأجواء بتدعمك بشكل قوي أهم إشي أنك أنت تركز بالأمور هاي وبرضو على مستوى المشاريع والشركات المالية برضو ممتازة وبتدعمك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وأمور قضائية وأوراق قانونية وتعامل مع أجانب ولكن تعطيك تسرع لأنه برضو الشمس أو عطارد موجودات مع بعض ما بزبط لازم يكون فيه سلبية فبدك تحذر من الامتحانات والنقاشات والحوارات وفرض السيطرة والاتهامات تحديدا على أساس أنه ما تكبر خلافات ما بينكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العمل وبتعملك فرص ممتازة وتقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتقدر تنجز أعمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك على مستوى الدعوات والاجتماعات واللقاءات مع الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خاص ما بينك وبين صديق مميز أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا بدك تكون منتبه شوي من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فما تأخر عملك إنجزه بوقته اهتم بصحتك راقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالوضع الصحي فيك أو في أحد الأحبة أو أحد المقربين أو تحمل لك الفترة هاي قلق على أحد المعارف صحيا أو معنويا برج الجديه طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني الأمور كل الكواكب اللي موجودة عندك شوي بتضغطك بالاتجاه السلبي أو الحدية بالطباع أو التقلب السريع بالمزاج أو بشعور الضغط الهائل اللي بيكون جواتك أو بعد مرات يكون غضب عالي جدا طبعا أنت بتحاول أنك تنفس عنه أو تحاول أنك تخرجه من داخلك فعشان هيك بيظهر بشكل عصبية أو بشكل هجومي وممكن أنه يكون مش مبرر في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها روتينية على المستوى المالي في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة تجيهم من عمل إضافي أو دعم أو هبات أو مساعدات أو اهتمامات بمصاريف وهذا ولكن ابعد عن التبذير أهم شيء أو صرف فلوسك في مكان مش مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا خيالك بيحللك أمور مش واقعية ومش منطقية ومش موجودة فعشان هيك ما تعتمد على الحدث ولا تعتمد على الأفكار بالفترة هاي صحيح أنه يعني فيه نوع من أنواع الأشياء اللي ممكن أنك تحقق كإنجازات اتصالات حوارات تنقلات ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلي برضو بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحدود مهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه وهو زاوية تربيع معك وبرضو المريخ موجود وعمل زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك بعطيك جانبين الجانب الأول بترغب في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ولكن بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى المناقشة مش للمشاكل مش للحدية مش لإصدار الأوامر ممكن تظهر ضغوط ومتاعب ومعاكسات أو أعطال منزلية أو خلافات عائلية ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات عائلية أو منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي مازال أورانوس موجود فعشان هيك ممكن تصير تقلبات سريعة ومفاجآت سريعة ما بينك وبين الحبيب يا إما بتبدأ علاقة عاطفية بشكل مفاجئ وبتطور بشكل سريع وبتستمر لفترة طويلة يا إما علاقة عاطفية بتنقطع بدون أي سبب بدون أي مبرر بدون أي خلاف ولكن بصير عندك أنت بدك تجد المبررات للإشي اللي أنت بدك تعمله أو الإشي اللي جواك بتحرك حاول أنك تكون حذر من هذه النقطة ووزن الأمور بشكل عقلاني وفكر فيها مرة ثانية وراجع حالك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمكان العمل وزملاء العمل ورؤسائك بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعات طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الآن صارت تدعمك بشكل قوي على مستوى بيت الشراكة القانونية والشراكة المالية شراكة ما بين الأزواج وأمور إلها علاقة بالمحاكم والقضايا بلشت تتحرك الأمور باتجاهك بشكل إيجابي والحظ رح يدعمك الشهر هذا شهر كامل الحضوض رح تكون داعمة على هاي المسائل وفي منكم ممكن يرتبط أو يتقدم لزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا تقلبات الشمس تعطيك إشي وعطارت بعطيك إشي فعشان هيك بتتقلب على مستوى الأموال المشتركة في خوف في تردد في تقلب بالمزاج في فرص ممكن تحل بعض المسائل المالية المشتركة أو أمور إلها علاقة بالقروض والديون وتساعدك هاي في بعض المسائل ولكن ممكن تظهر بعض العقبات أو سوء الإدارة اللي يخليك شوي تعمل نوع من أنواع الخربطة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو تعاملك مع أنظم مؤسسات استراد وتصدير أو أشياء إلها علاقة بأمور الفلسفة والدين والدراسة إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك أنت تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى ببيت السمعة وبتدعمك بقوة فعشان هيك ممكن تتعزز والدافع عن سمعتك بشراسة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بمعارفك أو علاقاتك اللي في مكان العمل زي زملاء ورؤساء بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل أو تتوصل لقرار أنت وأحد الأصدقاء لحل مشكلة معينة فممكن اليوم يجمعكم لقاء أو تفقد أو تعاون على مسألة أو على قضية معينة الفرص دعمة لإلك بكمية كبيرة اللي تعزز من علاقاتك وتستفيد من علاقاتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 12 فهو شوي بدك تكون منتبه وحذر لبعض الأشياء أو التقلبات خلال هذا اليوم فممكن يتراكم عليك عمل أو حد يترآمر عليك في مكان عملك أو ممكن تكتشف شخص بينم عليك أو باستغيبك أو بحاول أنه يطعنك بالظهر أو يتآمر عليك عدو متخفي ممكن أحد الأشخاص يحاول يفرض حاله ويحشر حاله في حياتك ويدخل في شؤونك الخاصة وهذا إشي رح يزعجك كثير حاول أنك تواجهه وتحط له حد وممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بتأجيل أو تعطيل عمل معين حاول أنك تركز فيه وما تأجل أعمالك إنجز اللي بتقدر عليه وبرضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو تقلب صحي لأحد الأحبة أو مراجع الطبيب أو مستشفى لزيارة أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعطيك طاقة أكبر وسرعة أكبر وتركيز أكبر اليوم أنت مشحون بطاقة عالية جداً وعندك مخططات كثيرة حابب أنك أنت تنجزها وأعمال كثيرة والتزامات كثيرة وعندك قدرة لإنجاز كل هاي الأعمال وما عندك خوف من أي شيء ولكن بيظل عنصر تقلب المزاج والعصبية مسيطر بشكل كبير وممكن أنك تنفعل في أي لحظة سيطر على انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتحمل لك بعض الفرص أو الحلول أو الأفكار الجيدة اللي ممكن تغير وضع مالي معين أو تساعدك في مسألة معينة أو ممكن تنشي لك من وضع معين ولكن الأهم أنك تركز على الوضع المالي بشكل جيد وما في داعي للمصاريف الغير مرغوب فيها وما تشعب حالك بأكثر من عمل مع بعض أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء متقلب اليوم أول إش القمر عندك في البيت الثالث بدعمك وبرضو في عندك المريخ بسبب لك بعض المشاكل فعالشان هيك اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات وممكن منكم ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عمل مهم ويلفت الأنظار والإعجاب لإلك ولكن تدك تنتبه من العصبية والحدية وتقلب المزاج وما تدخل على امتحان أو دراسة بدون ما تكون مستعد بشكل جيد أثناء تنقلاتك بدك تكون منتبه أثناء قيادتك للسيارة بدك تكون منتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي ما زالت متقلبة على مستوى البيت ولكنها أفضل من الأيام اللي مضت فاليوم تحمل نوع من أنواع الحوار والنقاش أو أشياء لها علاقة بالوضع المنزلي ممكن تستاء من تصرف ممكن يكون في نقاش حاد أو يكون في خطب معين إلو علاقة بالبيت أو موضوع معين يظهر على مستوى البيت ولكن إجمالا أنت قادر تسيطر على الأمور إذا حكمت عصبيتك بس وإصدارك للقرارات ما زال في نوع من أنواع التوتر وخصوصا إذا كان قديم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة وتدعمك بشكل قوي يعني كبير يعني ممكن تعمل اليوم لقاء عاطفي أو تودد أو تلاقي أو نزوي أو خروجي أو اهتمام بالحبيب بشكل كبير وممكن تتلاقوا في مسألة معينة وممكن تهتم بهواية معينة اليوم أو تمارس هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتجيب لك فرص للعمل تعزيز مكان العمل بتساعدك في تحقيق بعض المهام وخصوصا اللي إلها علاقة بالعمل وفيه برضو منكم ممكن اليوم تتحسن صحته أكثر أو يتماثل للشفاء بسبب وضع صحي كان قلق أو بيحمل قلق بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو تلاقي على مسألة معينة أو مصالحة معينة أو ممكن أشياء لها علاقة بتراجع عن قرار سابق وبرضو اهتمامات بأوراق أو معاملات قانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن إنها شوي تكون هيك فيها نوع من أنواع الاهتمامات بالوضع المالي المشترك زي تحصيل ديون أو قروض أو أشياء لها علاقة بالبنك ممكن تنجزها بشكل قوي خلال هذا النهار وممكن تجد حلول ولكن إذا كان في عقود أو شراكة جديدة اقرأ البلود بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور لها علاقة بخارج البلاد أو السفر أو أوراق أو معاملات قانونية أو أمور لها علاقة بمؤسسات تعليمية تقريبا كلها هاي إيجابية بالنسبة لإلك ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة قلنا بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر اليوم ممكن تتعاون أنت وأحد المعارف يكون واسطة أو داعم لإلك يحل لك مسألة معينة وممكن يكون فيه نوع من العمل المشترك على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وتحقق بعض الإنجازات اللي تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك على مستوى أمور إلى علاقة بالأصدقاء فبتحمل لك اليوم فرصة للقاء أو اجتماع أو تعاون ما بينك وبين صديق وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء سعيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك أنه إنجز أعمالك الضرورية والمهمة حاول ما ترهق حالك ما تراكم الأعمال عندك ركز بأعمالك بشكل جيد انتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر على الساحة ممكن تحمل لك هاي الفترة قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة الأهم أنه تراقب وضعك الصحي وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك برج الحوت طبعا بالنسبة للبيتر أول الأجواء جيدة ودعميتك بقوة خلال هذا اليوم ونفسيتك أحسن وخصوصا أنه الآن كمان تحرك القمر كمان منزلي فبدعمك بشكل أكثر بتحس في استقرار نفسي صار عندك شوي في نوع من أنواع الإطمئنان والرغبة في التغييرات والإنجازات خلال هذا اليوم يعني الأجواء تقريبا دعمة لإلك بقوة حاول أنك تستغل الفرصة أو الفرص المناسبة لإلك مع بداية هذا الأسبوع وأنه هاي الأجواء ما رح تتعوض أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة الأهم إنك برضو ما تعصب وما تصرف فلوسك بدون تفكير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتحدث بعض التقلبات إما اتصالات مفاجئة أو تنقلات مفاجئة أو رحل مفاجئة أو دراسة مفاجئة أو امتحان مفاجئ يعني كلها بتعتمد على كل هاي النقاط بالمفاجئات خلال هذا اليوم إما إيجابية أو سلبية يعني ما بتقدر تحزر عليها إلا على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب طبيعتك يعني ممكن هاي التقلبات تصير خلال هذا اليوم أهم إيش إنك تكون جاهز ومستعد أثناء تقديم الامتحانات تدرس وإذا كان عندك التنقلات انتبه أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بنقدر نحكي إنها جيدة وبرضو في نوع من أنواع الإطمئنان بالفترة هاي أو فيه هدوء فيه نوع من أنواع الاستقرار ممكن بعض الاهتمامات يعني زي ترتبات وتصليحات ومشتريات وأشياء منزلية عائلية ممكن نقاش موضوع سابق أو يعني ملف قديم يرجع ينفتح اليوم ولكن إجمالا إلى أجواء جيدة إلا إذا ظهر قلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نحكي إنها إيجابية برضو على المستوى العاطفي الفترة هاي بتحمل اهتمامات بأمور إلها علاقة بالتجميل أو بالعواطف أو بالمواهب أو بتحسين الكسم أو الرجيم أو الدايت أو أشياء صحية مفيدة لإلك وبرضو تجميلية مفيدة لإلك أهم إش إنك تهتم بنفسك أكثر عاطفيا وتهتم بالحبيب أكثر وتعزز من علاقتك لأنه هاي الفترات بتحمل أشياء إيجابية عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء متقلبة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشمس وعطارد اللي في بيتك السادس اللي بيضغطوك صحيا شوي بيجبو لك بعض التوعوكات الصحية أو بعض الاضطراب الصحي وفي نفس اللحظة بيراكموا بعض الأعمال وبسوولك شوية يعني أشياء بالعمل صعبة إنك أنت تسيطر عليها يعني بتكون متقلبة فحاول قدر الإمكان إنك تركب وضعك العملي ما تخلي الأعمال تتراكم عندك إنجز أعمالك بوقتها حاول إنك برضو أنت تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل وراقب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية على مستوى بيت الشراكة فتعاملك ما بينك وبين الشريك شريك المال أو ما بينك وبين الزوج بتكون روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا مع بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نحكي إنه فيها برضو نوع من أنواع الإيجابيات اللي بتساعدك الاهتمام ببعض الأوضاع المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو أمور بنكية أو ضريبة أو تأمين أو ميراث ممكن تهتم فيها أو تحصيل أموال بتعود لك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على طبيعتك بتعمل اتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأجانب امتحانات مؤسسات تعليمية أشياء زي هيك أو أشخاص خارج البلاد ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة وبتعطيك برضو مجال لعمل جديد وبتعطيك فرصة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء دعم بشكل قوي على مستوى الصداقة وعلاقاتك ومعارفك ورغم أنه في فتور في علاقة معينة أو في مشكلة ما بينك وبين صديق إلا أنه برضو الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعم من علاقاتك ولقاءاتك حتى لو كانت بدون حرارة حتى لو ما كان لك نفس أنك أنت تقابلهم أو تتلاقى معهم أو تتهرب من لقاءاتهم أو ليش يمكن الأجواء هي سيئة أو أنت مستاء منهم أو من إهمالهم لإلك فأنت حب أنك تأخذ جانب لحالك أما بالنسبة لبيتك 12 فهو بتطلب منك الاهتمام بالصحة تركز على الصحة بشكل جيد ما في داعي للوسواس ما في داعي للخوف راقب صحتك بشكل جيد راجع طبيبك خذ أدويتك بوقتها ما تخربط بالأدوية ما تأخذ إشي على عاطقك يعني حاول أنك تركز برضو على أعمالك ما ترهق كثير حالك بالأعمال وحاول أنك تأخذ قسط يعني من وقت لآخر هيك قسط بالراحة وتهتم بصحتك بشكل أوفى هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر